موسيقى أزالت فقراتنا مستمرة ونذكركم ما تنسوا آخر فقرة معنا رح يكون معنا محمد الشاكر الحديث أكثر عن الحال الجوية القادمة هل يوجد ثلوج؟ هل يوجد عاصفة ثلجية؟ والله يجيب اللي في الخير علينا لكن الآن معنا على الهواء مباشرة ضيفنا أكيد الدكتور أحمد صادق العموري أخصائي الطب وجراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري لنحكي أكثر عن الدسك وألام أسفل الظهر وتحديدا في فصل الشتاء عمود فقري ولا فقري؟ فقري لكن لما تكون نعصان أصبح معك فقري يوارد أصبح معك كل شيء كيف حالك صباح الخير؟ كيف الأمور؟ كل الأمور طيبة الله يسعدك ممسوطين وجودك معنا دائماً نتنورنا عبر طقس العرب دكتور أوجاع الظهر والشتاء والبرد والقصص هاي فعلاً صحيح دكتور إذا الواحد ببرد أول ما تبلش يوجعه ظهره؟ هي مش بالضرورة بس ظهرنا هو عمود فقري فهو سلسلة الظهر زي ما بيحكوها بالعالمية أنت بتحكي على الإشي اللي حاملك الإشي اللي شاي لك حتى لما بيحكوك بالإنجليز يقولك مي باكبون صحيح فهو اللي حامل جسمنا فبالتالي اللود اللي عليه كبير فلما بيكون في حمل عضلي عبء عضلي جو بارد أي عضلة بتكره الجو البارد مو بس عضلات العمود الفقري يعني بشكل عامل عضلات كلها بس ليه بتبلش بالظهر؟ يعني ليه دايما بس أبرد بحس انه آه والله أكلت لفح هوع ظهري دايما هيك الناس بتحكي عضلات الظهر عضلات دمها تقيل أنا هيك بحب أحكي للمرضاي بلايل ليش دمها تقيل؟ عضلات الظهر عضلات كبيرة بالحجم تمام؟ تقويتها بتحتاج لما جهود كتير كبير انت أكيد شاب بتروح النادي صح يوم اللي بيكون في عندك فيه تمرين الظهر هذا بيكون دمار دمار صحيح؟ هذا واحد اثنين عضلات الظهر بتدخل تقريبا بكل حركة احنا بنسويها يوميا المشي تنزل تتناول ورقة ويقعت منك تركب بسيارتك تطلع الدرج كل شيء تقريبا انت بتعمله عضلات الظهر بتدخل فيه تمام؟ شغلي تاني طبيعة أعمالنا وطبيعة اللايف ستايل احنا بنعيشه حاليا بفرض علينا انه عضلات الظهر للاسف تكون عند اغلبنا ضعيفة اغلب الناس شغلها مكتبي او يسيدي حتى لشغله بالفيلد فهو بسوء العمود الفقري يكره القاعدة لفترة طويلة تمام؟ سواء كان هذا انت قاعد على كرسيك ورا مكتبك انت قاعد بسيارتك بتسوء انت قاعد بتضغط وبتأذي عمودك الفقري بدون ما تكون بتعرف وبتخلي عضلاتك تكون ضعيفة مئة بالمئة فبالتالي عند اي لود انت رح تحطه عليها هذا رح يخلي فيه فيه ألم فيه عدم راحة فيه خوف ان انا دكتور احتمال يكون لدي دسك صح مي بازية طبعا دكتور في عندي هون معلومة موجودة بالإعداد انه خمسين بالمئة لثمانين بالمئة من الناس بتشتكي من ألام أسفل الظهر مرة واحدة بحياتهم هل قد الموضوع منتشر؟ منتشر بشكل كتير كبير يعني تقريبا هي خلينا على الأبرلمت تقريبا ثمانين بالمئة من الناس عالميا اتليست خلال حياته تمام لازم يكون صار معها اتليست واحدة اه اه تمام لازم السبب؟ السبب انه الموضوع منتشر جدا لانه الأسباب اللي حكيناها الحرك الغمط وارد لانه اذا بننجي لك تاريخ الطبي تمام آلام أسفل الظهر هي ثاني أكثر شكوي انتشارا بعد الصداع والإنفلونزا تمام تخيل قديش الموضوع منتشر؟ منتشر تمام ثاني أكثر سبب انتشارا هذا بالتاريخ الطبي وهي أكثر سبب بيجعل المرضى يراجع عيادة طب العظام والمفاصل العمود الفقر دكتور عم بلاحظ مؤخرا شباب أنا عمري ثلاثين شباب العشنين شباب الله يسعبك دكتور حبيبي بمرحلة الشباب الدسك برضو عم بلبلش ينتشر بطريقة كبيرة دكتور جد كثير المسمع فلان صار معا دسك حاس معاي دسك ماذا السبب دكتور؟ حكي لك شغلة الناس كانوا يعتقدوا سابقا انه دسك هو مرض الختائرة أكتشلي لأ كلمة دسك كلمة فطفاضة شوي حسنا ممكن يكون فيه عندنا اشي اسمه انه انبعاج بالدسك أو دسك بلج او انه ممكن يكون فيه احتكاك بين الفقرات او يعني فيه حيثيات مختلفة لمشاكل العمود الفقري اللي ممكن احنا ندرجها بالعامية تحت كلمة الدسك هذا بيختلف حسب مرحلة العمرية فيه اشياء منتشرة أكثر بالعشرينات ثلاثينات أربعينات خمسينات ستينات شغلي ثاني احنا اللايف ستايل زي ما حكينا ببداية اللقاء تغير يعني قبل انت الشاب اللي كان عمره عشرين ثلاثين سنة هذا كان ما يبطل حركة صح فكان احتمالية انه هو يجلس ويصير فيه دي جنريشن ضعيف انه يصير فيه ضغط على الفقرات وضعف بالعضلات كان مش وارد قبل أربعين خمسين سنة تمام لكن مع تطور الحياة اختلاف وتحول نمط الحياة للنمط الرتيب للنمط المكتبي هذا سبب انه مرض الدسك يجيب اعمار اقل تمام بس فايلة اكيد مستمرين معك دكتور بالحديث نروح على فاصل سريع مع مشاهدينا فاصل سريع مشاهدينا عزاء راح نرجع نستمر معاكم بلقاءنا ونحكي اكثر عن الام الظهر واسفل الظهر وكل ما يخص هذه الاشياء مع الدكتور احمد خليكم معنا فاصل سريع ورح نرجع لكم اشتركوا في القناة لا لا حظك مش معك؟ مع ودود 404 المصممة بس لقلك مو محتاج حظ اتصل على نجمة 404 مربع او حمل تطبيق امنية واختار العرض اللي بناسبك امنية انتمي مشاهدينا عزاء رجعنا لكم تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتشاهدونا وعم بتشوفونا وعم تسمعونا عبر منصات تواصل الاجتماع الخاصة بموقع طقس العرب ما زلنا مستمرين بلقائنا الرائع ولقائنا يعني اللطيف مع الدكتور احمد العموري اخصائي طب وجراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري نحكي اكثر عن الام الظاهر وعن الدكتور براح فيك مرة ثانية كنا عم نحكي عن الدسك وقدي الشباب عم بيعانوا من هذا الموضوع لانه قلت حركتهم القاعدة زادت وصار هذا المرض مش مقتصر بس على الكبار في العمر وعالختائرة مقتصر عالشباب انا كشب اذا ببلش احس بآلام وبأوجاع متى لازم اراجع الدكتور تمام هلأ في اشي احنا بنسميه بطب اجمالا بالعمود الفقري تحديدا ريد فلاكس اللي هي الاشياء اللازم تغطيك الارم الارم جسمه لازم تراجع دكتور هلأ استمرار الالام اجمالا بالجسم مش بس من العمود الفقري اكثر من ثلاث ايام بعيدا عن المسكنات والعلاجات الموجودة بأي بيت اي دهون لتك تراجع دكتور تمام اخذتها لمدة يومين ثلاث تراجع دكتور هلأ من البداية اذا الالام بيرافقها تعرق بتشد عليك كثير بالليل بتحس ان انت بتصير معك حتى لو انت ما بثلت مجهود لا انت لازم حتى ما تنتظر ثلاث ايام وتراجع الطبيب الفكرة بالموضوع انه السبب الاكثر شيوعا لآلام اسفل الظهر هو الاسباب او الالام العضلية تمام او الماسكولاركوس يعني انا بحب دائما احكيها برضو هيك للمرضى مش كل الالم باسفل ظهرك هو ديسك اه ومش كل ديسك بده عملية تمام تمام لانه عفوا المرضى مجرد ما سمعوا انه انا عندي ديسك لو انه عندي الالم باسفل ظهري انا بدي عملية انا اعمل عملية انا راح انشل تمام هذا الكونسبت الاسف الى الان موجودة عند الناس كتير منه حتى شباب وصلايا يعني مش بس عند الكبار بالسد صح الام اسفل الظهر ليس بالضرورة ان تكون ديسك حتى لو كان انا في اندي ديسك تمام يعني احنا برضو فيه استادي كتير لطيفة احنا لو نزلنا على الشارع اخدنا عينة عشوائية تمام تتكوى من عشر اشخاص اوكي ومن العشرة هدول عملنا لهم صور رنيم غناطيسة لمنطقة اسفل الظهر تمام من العشرة هدول فيه ستة لثمانية حتى عندهم ديسك تمام بس مو كل مريض عنده بالصورة ديسك هو مريض عنده ديسك في الواقع او الحقيقة لانه احنا ما بنعالج صورة نحن بنعالج بني اذم صح فبيهمني ترافق الاعراض تمام لانه ممكن المريض يكون فيه عنده ما نسميه ديسك بلج تمام انبعاج بالقرص الغضروفي بس ما يكون ضاغط عدم كونه ضاغط ما بيعطيني اي مشكلة او اي اعراض تمام فبالاخر اذا انت عندك ديسك مش معناته انك بالصورة الرنين المغناطيسي مش معناته انك انت حاجر عملية تمام وحتى لو انت عندك ديسك وانت عندك اعراض ثمانين بالمئة من مرضى ديسك بتم شفاءهم وعلاجهم بدون الجراح والعشرين بالمئة دكتور ايش بكون حالاتهم مستعصية تكون الحالة مثلا في ديسك ضاغط ديسك فشل العلاج الغير جراحي بعلاجه تمام مع استمرار طبعا كيف دي احكيلك تبني نمط حياة معين بحيث انه ما يتفاقم الموضوع تمام تمام لانه تبني نمط حياة مختلفة انت مثلا لما يكون في عندك شخص طبيعة عمله مكتبي بيقعد على مكتبه من ست الى عشر ساعات احيانا بدك تقول له انك انت مثلا ممنوع انك تقعد اكثر من ساعة لساعة ونصف بشكل متواصل لو بدك تقوم على مكتبك جمب كورسيك تعمل تمرين استطالة بسيطة احنا منزود المرضى فيها تمام هذا رح يكون كافي مرضى حتى ما بقدر منهم يتبنوا هذا الموضوع سواء لا نسيان لك اسهل لا اسباب كثيرة في الاخير دكتور هل تكتير نقوم بسيطة ؟ في اخير أيضا دكتور نحن نخبر نقوم بشكل عام عن دسك وإذا قد على مصر الضار للأسف إلى لعب الرياض الغطة هل تقوم بح terra هذه دكتور الأحيان كما بحق breaths إنها دكتور عمل اصابات أست farming tre caster العمل من الوعي الأven 우린 الصورة بالضبط صح، مشكلة بين تعلو 100 كيلو لا، الفكرة الموضوع الوقاية خيرا من العلاج درهم وقاية خيرا من قنطار العلاج اللجوء للجراحة بحالات معينة يختلف كثيراً الآن تمام، زمان كانت الجراحات بتتم من خلال جروح مفتوحة فتح ظهر ما إلى ذلك الآن هذه الجراحات بتتم بالمنظر والميكروسكوب تمام، حالة الدسك أو عملية الدسك صارت بدل ما كان المريض عندك قناعة أنه بدي يقعد نايم على ظهر وشهر الآن بيقوم بيمشي بنفس اليوم ويقدروا نروح بنفس اليوم إذا بيحب نعم، فأحنا يعني بدي أكثر بس برضو كمان نصيحة للشباب اللي بلعبوا رياضة أو المبتدئين لسه نعم أهم نصيحة لما بدي أجي أنا ألعب تمرين الظهر دائماً منسمع بالجماعة اسمع ظهرك لازم دائماً تمرين ظهرك هو الكور يعني، إيش النصيحة؟ أهم نصيحة عشان أنا ما أفوت حادي خليحكي بغتنا العمية بطابق الإصابات هذا ممتاز هلأ، الفكرة الأساسية إحنا جسمنا كله عبارة عن كتلة عضلية واحدة تمام إذا بدك تقوي عضلات ظهرك ما اختلفناش بس بالآخر بدك تكون تمارينك موزونة ومتوازنة ويكون بشرف على تمارينك حدا إذا أنت ما عندك خبرة كافية حدا عنده خبرة كافية بحيث أنه يوجهك شو التمرين اللي بي ناسبك صحي وشو التمرين اللي ممكن ما يسبب لك أي مشاكل صحي مش بالضرورة أننا لقيت شخص عم بيقدر يرفع وزن كتير عالي إن أنا أكون بقدر أرفع هذا الوزن تمام أنا ما بعرف عديش هو خبرته عديش هو قدرته العضلية هذا شيء بيختلف لأنه القدرة العضلية ما إلا خاص بس بالبلك تمام ممكن شخص يكون البلك العضلات تبعته كثير كبير بس القدرة العضلية تبعته متوسطة ممكن يكون شخص البلك تبع عضلاته عادي إلى متوسط لكن القدرة العضلية تبعته كثير عالي فبالآخر مش الفكرة أن أنا كلما حملت وزن أكثر كلما أنا قوت عضلتي أكثر لا لعبة التمرين بصورة صحيحة رفع الوزن المناسب لجسمك هو اللي بيخليك تقدر تتمرن بصورة تفيدك ما تيذيك نكتور بسأل سؤاله شوي شخصي أنا بالنسبة لإلي دائما بعاني فيه منوعا نحكي عن الظهر والمفاصل هل صحيا أنه أنا أكون قاعد بعمل زي هيك بطوق ظهري أنا كل يوم عندي هاي العادي مسويها أكثر من 7-8 مرات هذا إشي صحي مش صحي مش صحي لأنه احتمالية أنك أنت تطوق ظهرك تروح عمل تمزق عضلي وارد بشكل كبير تمام خصوصا أنك أنت أسامة شغل شغل لك قاعدة صحي تمام فاحتمالية أنت تكون العضلة مثلا فيها تقلص وتروح أنت عمل لك حركة معينة تمام عمل تمزق بالألياف العضلية وارد 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 جدا ولي بطوقوا رقبتهم مثلا دائما أنا عندي هذه العادة لأنه فرشتي مش مريحة ومخداتي مش مريحين وبتكاسل صلي بالله بجوز سنتين ثلاثة أني أبدلهم عشان أكون معك سريع فكل يوم بصحة بجوز عندي خمس دقايق طاق طاقة إيدي من هون كتافي من هون رقبتي من هون بس أنا عندي هذه العادة دكتور أتوقع في ناس كثير عندهم هذه العادة أنا أطوق ظهري وأطوق رقبتي يعني رقبتي في اليوم كمان 7-8 مرات بكون قاعد هيك بطوقها طبيعي هذا الشيء؟ العمود الفقري كثير بيخوف موضوع تكتور لا مفاصلك إجمالا مش قصة كثير كبيرة لكن العمود الفقري بالذات الرقبة موضوع شوي مخيف طب شو السبب ليه بظل أحس حالي بحاجة لا أنت بيكون من طبيعة خلينا نحكي زي ما أنت فضلت وحكيت أنت فرشتك مش مريحة من خدتك مش مريحة فأنت بتكون العضلات مش ماخدة وضع كثير لطيف فأنت بتضطر نعمل تمانين سترتش ستبتعمل بطريقة شوي عنيفة لا ممكن نحن نعمل تمانين الاستطالة بشكل لطيف بدون من إيذ حالي طبا ممتاز بالنهاية عشان أنا أحافظ على ظهري كون عندي ظهر قوي نعم بعيد عن الإصابات بعيد عن الدسك ماذا لازم أعمل لازم نحن نتبنى نمط حياة يحافظ على أنه ما تزيد الضغط والحمل على العمود الفقري الجلوس هو أسوأ شيء للعمود الفقري إجمالا وتحديدا منطقة أسفل الظهر الحركة ممتاز لعب الرياضة مش بالضرورة أنه يكون حامل أوزان ثقيلة الاسباحة المشي الركض الهرولة لعب الكارديو وحتى لما نلعب أوزان نلعب أوزان تكون مناسبة لطبيعة جسمنا لطبيعة عمرنا تمام دكتور نقاش معك جدا ممتع سيدك صراحة عندي كثير أسئلة أسألها إن شاء الله بس نخلص دكتور إنه لقاءات عديدة مع بعض وبدأ أشكرك وأشكر وجودك معنا شكرا لك دكتور شكرا للك مشاهدينا الأعزاء يعني حباب القلب مسمرين معاكم ببرنامج جواك بدنا نشكر الدكتور أحمد العموري أخصايا طبي وجرحة العظام والمفاصل والعمود الفقري على المعلومات القيمة اللي أعطانا إياها